الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد نبذا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتي أولي الفضل منكم والسعة أن يوتن أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزء كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن كيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنين يغضبن من بصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن أو ابنائهن أو بنائهن أو بنائهن أو بنائهن إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكة ايمانهن أو التابعين غير أولي الربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميع أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا لياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكة ايمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغائين ردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعرة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوطد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله لمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة لا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقله فيه القلوب ولبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بلبصا يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولن بصا والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مارضون وإن يكن لهم الحق ياتوا إليهم الذعينين أفي قلوبهم مرض مرتابون أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن مرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبيس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ لطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذنا الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على لعما حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم 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 أو بيوت أ بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناحنا تاكلوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم لا يات لعلكم تاقنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذا لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب نليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عاملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولا يملكون موتًا ولا حياتًا ولا نشورًا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتناه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلمًا وزورًا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه مكرتًا وأصيلًا قل أنزله الذي علم السر في السماوات والأرض قل أنزله الذي علم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورًا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في لسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا أو يلقى إليه كنز لو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورًا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها لنهار ويجعل لك قصورًا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرًا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا وزفيرًا وإذا ألقوا منها مكانا طيقًا مقرنين مقرنين تعوبنا لك ثورًا لا تدعوا اليوم سبورًا واحدًا ودعوا سبورًا كثيرًا قل ذلك خيرًا أم جنة الخلد جنة الخلد قل ذلك خيرًا أم جنة الخلد التي وعيد المتقون كانت لهم جزاءً ومصيرًا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدًا مسؤولًا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفًا ولا نصرًا ومن يظلم منكم نذقه عذابًا كبيرًا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فدنة أتصبرون وكان ربك بصيرًا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم معتوا عتوعًا كبيرًا كبيرًا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجورًا وقدمنا إلى ما عملوا من عملٍ فجعلناه هباءً منثورًا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن بقيلاً ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيرًا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلة ليتني لما اتخذ فلاناً خليلاً لقد ضلني لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجوراً وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك وكفى بربك هادئاً ونصيراً